السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رجل جامع رجل جامع أهله ولكنه لم يزل فصلي لمدة أسبوع وبعد ذلك أحد الشباب قال ليك الغصر معايز الصلاة فنجب ذلك أم لا أولا نجب أن نعلم أن الغصر يجب بواحد من أمرين إما بالإنزال ولو بدون جماع أو بالجماع ولو بدون إنزال أو بالجماع والإنزال المعروف وعلى هذا الرجل الذي قلت عليه أن يعيد الصلاة التي تركها لأن المدة قليلة وهو في الحقيقة عنده نوع من التفريط يواجب أن نسألها للعلم فعليه أن يعيد هذه الصلاة يعادة جميعا بمعنى أنه لا يصلي كل صلاة مع نظيرتها بل يصلي جميعا يعني يصلي الفرغ يصلي جميعا مثلا لنفرض أنه صلى الفجر بدون غصر وباقي سبعة أيام يقول صلى الفجر ثم الضغر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر ثم الضغر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء حتى تكمن ولو في ضحوة واحدة نعم